يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيادة نفقات وزارة الدفاع الأمريكية للسنوات العشر المقبلة وذلك لأسباب يراها مرتبطة بالتهديدات التي تحضق بالأمن القومي وبسبب ما يسميه قدم استخدام الترسانة المسلحة الأمريكية واستهلاكها طوال عقود عدة سأرسل إلى الكونغرس مشروع موازنة دفاعية يلغي الاقتطاعات ويمهد إلى أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري وتمنح خطة ترامب لرفع موازنة البنتاجون سلاح البحرية الأمريكي حصة لافتة في تحديث أساطيله من خلال رفع حجم قطاعه البحرية والحفاظ على تفوق الولايات المتحدة العسكري في المياه الدولية بدءا من الخليج وصولا إلى المحيط الهادئ الرئيس ترشح وفق برنامج انتخابي يهدف إلى رفع الموازنات الدفاعية ووعده الأكثر أهمية كان لرفع حجم القطاع البحرية من 274 إلى 350 سفينة ويؤمن الرئيس الأمريكي ومعه قادة البنتاجون بضرورة تزويد أفراد القوات المسلحة الأمريكية بالأدوات اللازمة لمنع نشوب الحروب التي قد تهدد أمريكا وأيضا لتوفير الجهوزية لشن حروب والانتصار فيها هناك أموال مرصودة لبناء السلاح بحرية أوسع هناك مشكلات تعترض عمل السلاح البحرية الأمريكي وهناك حاجة للحفاظ على القدرات الموجودة وتنميتها موازنة الرئيس الأمريكي المتوقع رفعها إلى الكونغرس يوم السادس عشر من الشهر الجاري ستمنح البنتاجون قدرات عسكرية بالغة الأهمية للتعامل مع مخاطر وتهديدات نزاعات دولية عدة أبرزها الحرب ضد الإرهاب وضد عنف المجموعات الراديكالية من واشنطن جو تابت الحرة